بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريت 6 تعالوا نبدأ سوى نشرح منهج الساينز ونفهم أكتر عن الساينز وفي أول concept هنتكلم عن حاجة مهمة أوي وهي سلم السما تنسوش لو دي أول مرة تشوحونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الزر الجرس وتفرحوني بلايك وشيروا كومنت على الفيديو طبعا تنضموا لينا وتنورونا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام والواتساب التشانل واللينكات دي هتلاقوها في الدسكريب شامبو سندوا الوصف تحت الفيديو وزي ما متفقين سوى بإذن الله عن اشتغل منهج الساينز وكمان الاي سي تي يلا نبدأ لسون وان لجريد 6 كنا اتكلمنا في السنين اللي فاتت مثلا عن سيستم موجود في البادي بتاعنا زي السركيراتوري سيستم اللي أخدناه في جريد 5 اللي كانت الامبورتانس بتاعته انه يعمل بامب للبلود اللي كاري الأوكسجن وكاري النيوترين ويوزعهم على كل البادي بارت اه اخدنا الكلام ده فعلا يميس اخدنا ان البادي بتاعنا فيه اكتر من سيستم فيه مثلا حاجة اسمها السركيراتوري سيستم فيه كمان حاجة اسمها دايجستيف سيستم وفيه حاجة اسمها ريس بايراتوري سيستم طيب فكرنا بقى السيستم ده جوه حاجات اصغر منه اسمها ايه اه يميس فكرنا ولتلنا جوه كل سيستم جروب اوف اورجنز اهو احنا النهاردة بقى حنتكلم عن كل اورجن كمان يعني اورجن زي الهارت مثلا اورجن زي اللونكس مثلا الاورجنز دي لو بصينا اصغر 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 حاجة فيها اسمها ايه نلاقي اصغر حاجة فيها اسمها ذا السيلي وهي دي اللي حنتكلم عنها في الكونسبت الاولية يميس هو الكلام ده على الهيومن بس هقولك لا يميس بص البلانت وكل الانيميلز ومعاهم الهيومن كلنا كده البلدنج يونت بتاعتنا الطوبة اللي بانت العمارة دي كلها اسمها سل وبعدين كم سل كده يتحطوا جنب بعض ويتحطوا اكتر جنب بعض يعمل لي اورجن زي اللي شفناه من شوية والاورجن ده يعمل لي سيستم اللي خدناه في جريت فور و جريت فايف كل السيستمز بقى ده الورجنزم نفسه الليفنج اورجنزم سواء كان انيميل او كان هيومن او حتى بلانت هي الفكرة في ايه الفكرة ان الطوبة اللي بنينا بيها العمارة بتاعت البلانت مختلفة شوية عن الطوبة اللي بنينا بيها العمارة بتاعت الانيميل بس نفس الكلام بنفس الستمز احنا لو بنينا عمارة تلت دوار زي ما حنبني عمارة دورين لو بنينا عمارة بالطوب اللي هو لونه جري شوية ده زي لو بنينا عمارة بالطوب الاحمر كلهم نفس الطريقة شوية طوب وحنرسوهم جنب بعض الفكرة في الطوب اسمه ايه اهي نفس الكلام بالزبط السل بتاعتنا لو اتنا بنبني او لو البادي اللي بنتكلم عنه بلانت فحنلاقي السل بتاعته اسمها بلانت سل ولو ده انيميل حنلاقي الانيميل سل ولو هيومن هيومن سل واحنا شبه الانيميل زي شوية طيب يبقى احنا بدنا نفهم كده ان البادي بتاعنا ده كان جوا حاجات اسمها سيستمز اخدناها واخدنا كمان ان جواها حاجات اصغر اسمها اورجنز من اول الدرس بتاع النهاردة نفهم ان الاورجنز دي جواها حاجات اصغر منها اسمها السل شبه بعض في حاجات ومختلفة عن بعض في حاجات دعالوا نبدأ بقى الدرس ونفهم الموضوع بشكل اوضح زي ما فهمنا خلاص ان البادي بتاعنا كونسست من حاجة صغنانة خالص هي السل عايزين نفهم دلوقتي يعني ايه سل شفنا ان اي living organism سواء اسمه human او animal او plant او حتى micro organisms المايكرو اورجنزمس السغنونة ابي اللي كنا جايبين سيرتهم قبل كده في grade 5 حتى دول اللي can't see by naked eye زي الباكتيريا كل دول عندهم سل living organisms دي كلها سواء شايفينها او زي ما احنا شفنا الهيومن بادي البادي بتاعنا عنده سيستم اسمه respiratory system شو غلانتو انه يعمل respiration اهو ازاي بقى عمل الrespiration دي قالك بس كل بادي من the living organisms دي جواه group of system زي systems اللي لسه قيلين عليها ال digestive system والrespiratory system اللي اخدناها في الهيومن والانيمل حتى الترانسبورتيشن system في الplant والcirculatory system في الانيمل اللي اخدناهم في grade 5 كل السيستم دي ايا كان البادي بتاعها اسمها ايه فهي build up من tiny structure يعني ايه tiny يعني very small structure اسمه ايه اللي structure ده اسمه the cell اللي حنتكلم عنها في lesson النهارد يعني ايه بقى سل قلنا السل دي المين building unit اليونت اللي عملنا بيها build للliving organisms يعني اي بادي بتاعنا للliving organism يطلع للliving organism ده اسمه animal اسمه horse اسمه chicken اسمه plant اسمه حمزة اسمه حازم اسمه احمد اي living organism هو في الاخر البادي بتاعه المين building unit الطوبة الي بانت البادي بتاعه دي هي ذي السول شغلانتها ايه يا ميس؟ هي دي بقى الي carry out all vital activity هي دي الي بتشتغل جوة ال organs علشان تخلي ال organs ده يعمل function بتاعته يعني لو انا هتكلم عن السل اللي موجودة في ال heart فالسل دي هي اللي بتساعد ال heart انه يعمل pump لل blood لو انا هتكلم عن ان السل دي موجودة في lung فهي السل دي اللي تخلي lung تعمل الفانكشن بتاعتها وهو exchange لل carbon dioxide والاكسجن السل دي قلنا موجودة في living organisms بس ما ينفعش تقولي ده non living organism وجوه السل يعني ما ينفعش تقولي التابل اللي قدامي دي فيها السل او البنتسل اللي مسكه دلوقتي عنده السل اللابتوب او الموبايل اللي بتفرج مني عليه دلوقتي عنده السل لا ما حصل السل دي حاجة مخصوص كده ربنا خلقها لأي living organism هي اللي بنت البادي بتاعنا بس السل اللي احنا بنحكي عليها دي وشبهناها بالطوبة اللي بنت العمارة العمارة كبيرة قوي فالطوبة بتاعتها احنا شايفينها لكن البادي بتاعنا مهما كان كبير مش هيبقى قد العمارة فكمان السل بتاعتنا مش هتبقى قد الطوبة هتبقى tiny party صغنن قوي ما قدرش اشوفها بالnaked eye يعني ما قدرش ابص كده على ايدي واقوم شايفة السل بتاعتي ما ينفعش علشان اشوفها انا محتاجة device مهم قوي كنا جبنا سيرته برضو في grade 5 اسمه مايكروسكوب تاني يمس انا عندي بارت صغير من اللي بنى البادي بتاعي اسمه السل البارت ده سغنن قوي can't be seen by naked eye طب لو عايزة اشوفه هجيب الديفايس الجميل ده اللي اسمه مايكروسكوب وحط اللي سلايد بتاعتي هن احط حبة من السل دي لان انا مش شايفها فمش عارف اشي الوحدة هحط مثلا حتة من البلانت او حط مثلا حتة من السكن بتاعتنا مثلا واتفرق تحت المايكروسكوب حلاقي منظر السل اللي بنتكلم عنها لو هي بلانت سل حلاقيها بشكل ولو هي انامال سل حلاقيها بشكل تاني طيب نقول الكلام بشكل اوضح شوي حدوتة الطوبة دي بدأت تفهمنا شوي قالك احنا حنتكلم عن البلدنج بلوكس دي الليفينج ارجانيزم يعني ايه بلدنج بلوكس يعني الطوبة اللي اتفقنا عليها السل بالزبط زي البلدنج بلوك البراك الطوبة دي قالب الطوب ده اللي هو البلدنج يونت بتاع الوول او البلدنج يونت بتاع اي بلدنج في الدنيا زيها بالزبط زي السل هي المين بلدنج يونت لللايف للفانكشن للستركشور بتاع اي بص بقى دول اللي انا بتكلم في دي شكل شوية سلز جنب بعضها ودي شكل شوية سلز جنب بعضها شوية السل دول عملولي animal بض شوية السلز دي عملتلي plant بض نفس الفكرة بالزبط بس الفكرة في شكل كل سل منه الليف او ده جواه systems وجواه organs وجواه سلز لكن زي ما اتفقنا البيز بتاعنا ساعات يختلف يعني السل اللي موجودة عند الplant وحتعمل نفس الحاجات اللي السل بتاعت الهيومن هتعملها نفس الكلام بالزبط متفقين انهم عندهم بدايتهم سل لكن في الآخر طلع لنا different shape و different structure مع انهم كلهم similar لبعض انهم عندهم سل ايدي اللي بنتكلم عليه الانيمال سل differ عن الplant سل في ال shape وال structure هناخد الكلام ده بتفصيل اكتر ما تستعجلوش انتوا اكيد تعودتوا خلاص على النظام الجديد احنا بنتكلم في الاول في كل حاجة هنتكلم فيها ونبدأ كل شوية نفصص المعلومات او نقسم الجزئية دي ونتكلم عنها بشكل مفصل اكتر السل كده لحد دلوقتي وصلنا معاها ان هي زي building block هي building unit بتاعتنا تاني حاجة نتأكد منها ان احنا فاهمينها ان السل دي يو جوالي تاني ايه هي مش كانت من شوية كلها تاني هقولك اه هم كلهم تاني فعل لكن تاني عن تاني تفر مش فاهم يعني اللنس بتاع موس تاني لدرجة ان احنا زي ما اتفقنا كانت سي ات ثرون اكت ايه ما اقدرش اشوفها بعيني كده على طول ولازم استخدم لها مايكروسكوب اللنس بتاع الكمان انيمال سيل وحتى البلانت سيل من 0.1 مليمتر ل 0.005 مليمتر لأ مش فاهم ايه ادي رولر بتاعتنا ايه لو بصيت على الرولر دي هتلاقيها مختلفة عن بتاعتك شوي دي متقسمة ده 1 سنتي فهو كتب لك لا لأ ده انا عايز عدها بالمليمتر فدي فيها 10 مليمتر اللي هي الشرط الصغنونة دي الواحدة من الشرط الصغنونة دي بمليمتر انا بقى بقولك لو خدت واحدة من الشرط الصغنونة دي وقسمت جواها كمان 10 شرطة صغنونة قد بعض فيبقى السيل بتاعتنا اكبر سيل قد شرطية واحدة بس يا خبرة بيدي صغيرة قوي اه بص ده اللي بالقلم الاحمر اللي حطناها دلوقتي وقسمناها ل5000 شرطة فدي اصغر سيل بشرطية واحدة منه يعني 0.1 مليمتر و0.005 مليمتر دي طبعا need a microscope to see them مش هعرف اشوفهم بعيني خالص ابدا طيب لكن ساعات نلاقي سيل كبيرة قوي كبيرة قوي دي لدرجة ايه لأ اوعى تبص للإيج دي وتقول لي كل دي سيل لأ ما حصل حتى تقدر تشوفها بالnaked eye يعني هتشوفها بعينك من غير المايكروسكوب دي زي ال unfertilized bird egg يعني البيضة دي ساعات نفتح فيها كده تفتح الصفار بتاعها كده تلاقي نقطة بيضة هي النقطة البيضة اللي جوه دي هي السيل اللي احنا بنتكلم عنها دي سيل كبيرة قوي 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 يمش دي سوغنونة خالص اه بالنسبة البقية السيل زي ما شفنا دي كبيرة وانا قادرة اشوفها بالnaked eye لكن بقية السيل زي ما اتفقنا very tiny انا مش قادرة اشوفها بالمايكروسكوب زي ما قولنا البكتيريا يا شباب اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وعرفنا انها عبارة عن micro organism وقلنا كلمة micro organism جاية ان انا علشان اشوفها محتاجة عن micro برضو الكنين شبه بعضة وهو دي living organism يا ميستي بقى عندها سيل برافو عليك البادي بتاعها بقى كله على بعضه كده عبارة عن one cell يا خبرة بيض دي مش زينا احنا اه عندنا سيل بس عندنا سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل زي كتير قوي عملولي organ وورجن وورجن وسيستم وسيستم عملولي البادي بتاعي هي لا البادي بتاعها كله على بعضه عبارة عن one cell والsize بتاعها بس بس less than point zero zero five مليميتر يعني اصغر من اصغر سيل كنا بنتكلم عناها من شوية طيب كده فهمنا قد ايه السيل دي سوغنضة وقد ايه السيل دي مهم علشان هي اللي بتعمل building للبادي بتاعنا بكده حبيبي نكون خلصنا اول بارت من الدرس ياريت تفرحوني باللايك اللي اتفقنا عليها ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة